دكتور ممكن حدا يتعرف نفسك؟ أنا الدكتور نجيب وازي أبو وصبع من الجمهور اليمنية صنعة مصيفة الثورة استشاري في أمراض وزراعة الكلاء نائب بدير مصيفة الثورة ومستشار وزير الصحة العامة والسوكة في اليمن أهلا بك دكتور دكتور اي رأي حديتك في إيه سنتي 2018؟ بصراحة المؤتمر ده أنا تعوت من زمان أحضره بشكل مستمر وأحاول رغم الظروف الصعبة التي تعيشها في الجمهور اليمنية إلا أني أصر وأصمم أن أحضر هذا المؤتمر إلا أني يلاقي في المؤتمر 36 ده مؤتمر خاص مؤتمر رائع كثير جدا تنوع المواضيع الجديد في الطب موجود بشكل كويس المحاضرين من مختلف الدول العالم من أمريكا من أوروبا من روسيا من مختلف الدول العربية كان فيه توك كويس كثير جدا فيه نظرات بعيدة مدى حلول ما هي الحلول الذي ممكن تواجه المشكلات الكلاء وزارع الكلاء طرحت مواضيع مهمة كثيرة جدا لامست الواقع العربي المعاش وما هي الحلول الأفضل للعلاقة للأمراض الذي وضعت داخل هذا المؤتمر المؤتمر 2018 بقيدة دكتور جمال الساعدي الأمانة متميز رشاط علمي واصل من الساعة الثمانية حساس ساعة السابعة متواصل بدون بريك تقريبا ما يتعدج دقائب الحضور رائع جدا التنظيم رائع جدا حاجات كثيرة نزلت جديدة في مقالة أمراض الكلاء دكتور موكي حديث تكلمنا عن تعريف الاتيولوجي وعن الأكيد كيدني إنجري تكلمنا عن الاتيولوجي والأكيد كيدني إنجري أسبابها كثيرة جدا ومتعددة وقد تختلف جزئيا من بلد إلى آخر بحسب الظروف المعاشية داخل الوطن الفشل الكلوي الحادة والكيدني كيدني إنجري أسبابه كثيرة وإذا وصل البرض في مراحل متقدمة ممكن الشفاء التام منه وهذا يحتاج إلى توعية صحية مهمة جدا من منقبل وزارة الصحة ومنقبل الجمعية أمراض الكلاء في مختلف بلد العربية وتوزيع برشيورات عن أهمية الوقاية من أمراض الكلاء لأنه في أسباب قبل كلوية وكلوية وبعد كلوية نسميها يعني رينال وبسترينال وبري رينال يعني إسهالات الشديدة جدا كما حصل في اليمن أيام الكوليرا دخلوا أكثر من ستين سبعين في المئة من المطفين فشل الكلوي الحاد منهم من دخل على الدياليزيس وتحسن ومنهم من كان لديه مزمن أرض مزمن وليس لديه فكرة أيضا إضافة الإسهالات الطرش الوموتينج المشاكل للقلب كل هذه الأشياء هي جزء من أسباب الفشل الكلوي الحاد أيضا الأمراض المزمنة في كبيبة الكلة في القلوب الغفرايتس في الرينال الأرثيرستولوجيس هذه كلها من أسباب الفشل الكلوي الحاد وأن هناك فيما بعد ما يسمى ما بعد بسطرينال يعني بسبب وجود الحصوات بوجود الحصوات وجود الحصوات وجود تيومر وجود بالهاريزيس هذه قد تصل إلى مرحلات الفشل لكن إذا أتى البريد في مرحلة متحدة ما استطاع الطبيب أن يعطيه أورتر باستخراج هذه الحصوات ويعيش البريد بشكل طبيعي لكن عندما وصل في مرحلة متأخرة وهذه جزء كبير جدا منها في العالم العربي بوجود التأمين الصحي في بعض الدول العربية غير مكتبل فيكتشف البريد أنه وصل لبرحلة فشل كالويني بدون أن يعلم بذلك شكرا جدا للهدد ترجمة نانسي قنقر